في نفس التدريب المطلوب هنا في السؤال الثالث حدد الدوالة الصريحة والدوالة الضمنية في كل مما يأتي ما هو تعرف الدالة الصريحة؟ علي أحسنت الدالة الصريحة أن يكون الواي في طرف والدالة في طرف أما الدالة الضمنية اختلاط الـ X والـ Y في جميع الأطراف إذن هنا مانوع هذه الدالة بما أن الـ Y في طرف والدالة في طرف آخر إذن هذه الدالة صريحة هنا مثل الدالة في طرف و Y في طرف إذن صريحة هنا اختلط الـ X مع الـ Y إذن تسمى الدالة الضمنية هنا اختلط الـ X مع الـ Y إذن تسمى الدالة الضمنية إذن الأهول بصريحتان السيودي دالتان ضمنيتان